دي حلقة صغيرة وحلقة بسيطة هكذا لديك على قد ما هي بسيطة على قد ما هي مهمة قوي اللي هي 3D cursor شايف عندك اللي هي الدايرة اللي هي أبيض وحمى دي اللي هي 3D cursor هي الطبيعي بتكون عندك في البداية في central cube ودي انت بتغير location بتاعها في أي وقت يعني مثلا أنا عايز 3D cursor دي على اللايت هدوس click على اللايت shift to s شايف عندك الكرسر دي selection بالمنظر ده طيب إيه الفايدة منها أول فايدة انت لسه شايفها ممكن نجيبها على أي حاجة أو أي selection لو أنا أولاكن دست على shift to a أو دست على add new mesh ولكن هاد حاجة زي المونكي بالشكل ده هتلاقني المونكي جا عندك فيه اللي هي 3D cursor لو أنا دست على مكان تاني خالص عايز هنا في space hold that shift right click بقت عندك هنا hold that shift right click بقت عندك هنا طبعا عندك واحدة بس في space بتاعك طبعا عايزها في الكيوب زي ما كانت أو في center هادوس click على الكيوب كده كده عندك ال pivot point بتاع الكيوب اللي هي عندك ال orange g تاني hold that shift والS وهات الكرسر للselection بقت عندك اهو بالمنظر ده طب هادوس shift to تاني right click هنا أو shift right click هنا في أي مكان دلوقتي هادوس على shift to a وهضيف حاجة زي كون بالمنظر ده دلوقتي عندك الكون الكيوب المونكي هادوس على دوت hold على shift و click هنا hold على shift و click هنا دلوقتي تلاتة selection عندك لو انا ولي اكون عايز ال 3d cursor في النص هنا وهما selection كده hold على shift right click هنا بقى عندك بالمنظر ده شايف عندك علامة اللي هي اللي هي السناب اللي هنا دي خليها 3d cursor دلوقتي لو انا عملت rotation اردست على ال R هتلاقي rotation حوالين 3d cursor بالمنظر ده يبقى انا عندي ممكن ارجحها تاني او ممكن اجي من هنا خلي اللي هو على 3d cursor اللي هو عندك ال option ده اللي هي عندك التول زي اللي هي rotation بقت حوالين 3d cursor ممكن اجيبهم كلهم على 3d cursor ازاي تاني hold على shift والS وهات ال selection للكرسر بالشكل ده كلهم بقى عندك بالمنظر ده طب انا عايز دلوقتي كل اللي هو ال object دي او المش دي او عمتن اللي هي selected عايزها تيجي عندي light يبقى انا دلوقتي اول حاجة هعملها هاختر ال light وبعد كده هدوس shift S الكرسر للسيلكشن وبعد كده هدوس shift و S لما يكونوا كلهم selected عندك shift و S هات ال selection للكرسر بالشكل ده ما تنساش ان الطبيعي عندك داما بيكونش 3D كرسر انا لغياته و عمتن shift و S بيديك ال options دي كلها من حاجات اللي هتشتغل بها كتير اللي هو selection للكرسر او الكرسر للسيلكشن وهكذا و عندك selection للجريد والselection تو اكتف هنتكلم عليها و الدين يبقى انا عندي مهمة اوى افهم حاجة زي اللي هي 3D كرسر لها استخدامات كتير و عمتن الطبيعي لما تبقى عايز تجيبها في اي مكان في ال space shift و تكليك في اي مكان بالمنظر ده عايزها تيجي عند element معين click و لكن على المونكي shift و S الكرسر للسيلكشن مش الاسيلكشن الكرسر لا العكس بالمنظر ده عايزهم كل الحاجات اللي عندك زي ده و ده مثلا يجو على اللي هو المونكي دلوقتي shift و S اللي هو الاسيلكشن للكرسر وهكذا ده بس اللي حبيت اقوله لك انا عافي ان هي اداء شكلها سهل بس حاولت تضرب على الحاجات اللي انا لسه عاملها في ال E ou D عشان دي قدام تشتغل بيها كتير قوي اللي هي انك تستغل ال 3D كرسر بتاعك ده بالنسبة للفيديو الصغير ده ترجمة نانسي قنقر